موقف البحرينيين واضح في رفض التدخل ثم العدوان الذي شن على إخوتنا في اليمن لقد قدمت البحرين نبي الرجب وفاضل عباس والعديد من الأصوات الحرة التي عبرت عن رأيها الواضح في رفض هذه الحرب وهي ما تزال كبحرين شعب ومؤسسات وقوى سياسية ترفض هذا النوع من العدوان وترفض الإجراءات التي قامت بها قوة تحالف ضد إخوتنا في اليمن نريد أن نؤكد أيضا أن مشاركة البحرين الرسمية في هذا النوع من العدوان هي مشاركة لم تحظى بإجماع شعبي ولم تكون بموافقة شعبية ولم تأخذ إذنا شعبيا وبالتالي هي تخالف المزاج الشعبي وتخالف الإرادة الشعبية وهي بالتالي مفروضة على الإرادة السياسية والشعبية في البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر